بص يا كابتن إضافة لكلام الكابتن عمر يعني النهاردة المقصة لها شكل برغم أنها خسرت لها شكل على النادي الأهل بين كابتن شغل المدرب وقفين صح قفلين الملعب صح قفلين من العمق صح حتى الحلول في المواقف الزيادية يا كابتن يا إما كرصات يا إما تصويب صحيح طيب إحنا النهاردة النادي الأهل يختار أنه يلعب من على الإطراف ما فيش ما فيش أوفر كل الأوفرات بلونة طيب أنا خسرت برضو الشغل من على الإطراف ما فيش تصويب تصويب يا كابتن طول الماتش تقلو ديانج ويمكن كمان ما كانتش مهيئة كانت شح معدي فأنا بصراحة يعني أنا مش عجبني أداء النادي الأهلي مش من النهاردة بس حتى في مباراة الاتحاد رغم أننا احنا كسبنا لو خدت بالك ماتش المصري ماتش المصري لحد ديانج 75 كانش في غير هجمة للنادي الأهلي وعمرنا ما شوفنا النادي الأهلي حتى لو بلعب بفرقة 18 سنة يظهر بالشكل ده تفسيلك إيه؟ مدرب مدير فني شكل اللعبة في الملعب بيبان من المدير الفني واقف كويس بتطلع بالكرة من تحت كويس بتشتغل على الهجمة المرتدة بتشتغل من على الإطراف بيبقى فيه عمتا بيبقى فيه شغل متجهز من الوحدات التدريبية اللي انت شغال عليها طول الأسبوع صحيح رقم 2 انت ماسك الفرقة ده 11 ماتش الماتش رقم 11 فوقت يدايق لكن معلش الكابتن عمراء قالك وأنا برضو الكلام ده أنا قلته قبل كده المدرب لو مش باين شغله على الأقل خلص الدربات السابتة فاول كورنال مفيش النهاردة أنا واقف اللعبة بتتخاني على ياخد الكرة أو بيكلموا بعض على الشوت فاول صحيح الحاجات دي المفهود أصلا بتبقى منظمة ومرتبة قبل زادة دربات الجزاء رقم 1 بيبقى كذا رقم 2 بيبقى كذا لكن احنا أنا عن نفسي أتمنى ان النادي الأهلي يفكر في المدير الفني وكمان السؤال اللي عايزة اسأله مين اللي اختار المدير الفني وعلى أساس انتجبته النادي الأهلي نادي كبير النادي الأهلي نادي كبير انت مش ينفع تجيب لمدرب تقول لي ياخد مع وقته ونجربه ونشوفه ما في النادي الأهلي مش كده نادي الأهلي نادي كبير معروف بتاريخه بجمهوره بجيب مدرب على أعلى مستوى أنا عمري ما سمحت عن صوريش طيب